دعت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالهدنة وتحويلها إلى وقف دائم لإطلاق النار هذا وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تسعى لمساعدة الطرفين على التوصل في السودان الشقيق إلى مصار يؤدي إلى وقف القتال في البلاد كما أفادت واشنطن بأنها تنصق مع شركاء إقليمين ودوليين للمساعدة في تشكيل لجنة للإشراف على المفاوضات في السودان ترجمة نانسي قنقر